المباراة مهمة مباراة صعبة كيف ترى هذه المباراة مباراة صعبة جدا صحيح المباراة تلاتة بونت زيها زي اي مباراة بتلعبها انما المباراة دي واحدة طابع تاني طبعا دربيات من زمان ومباراة كلاسيكية في الدور العام بين فرقتين لهم تاريخ كبير نادي المصري له تاريخ كبير ودايما مبارياته مع النادي الاهلي سواء هنا في القاهرة او في برسعيد او في اي حتة بيبقى لها طابع صعب وحماسي زيد على كده بقى وجود حسام ابراهيم بيبقى طبعا وضع تاني اولا بيلعبوا قدام النادي الاهلي يهمهم يعملوا نتائج كبيرة مع النادي الاهلي طموحهم عالي جدا دايما مع اي فرقة ايا كان امكانياتها انه وصلوا بيها لابعد حتة بصين طبعا للمربع الزهبي زي قبل كده ما مسكوا اي فرقة بيمسكوها يعني نعم بيجيديوا طبعا تأهيل الفريق وبيدولوا طبعا قدر كبير من الحماس ان هو يقدي بروح قتالية كبيرة جدا جدا موجود معهم على الخطة على طول حسام في كل كرة وكل لعبة مباراة صعبة جدا جدا لان المصري دلوقتي كمان بيضم مجموعة لعيبة كويسة يعني استاذ كامل ابو علي برضو يعني عامل تدعمات وجايب لعبة كويسة ماشيين الفترة الاخيرة دي كمان كويس كسبانين الاتحاد المباراة الاخيرة المكسب طبعا يدهم الثقة ويدهم طموح ان هما يعملوا نتائج كويسة عاملين حسابهم لقدروا لو حصل مكسب ولا حاجة ان هما يروحوا لابعد من كده اللي انت عارف الفرق في المنطقة دي بين الفرق والفرق قليل قوي مباراة مكسب بتعديك مركزين تلاتة فهي مباراة صعبة في الجانب التاني النادي الاهلي زي ما اقول لك النهاردة المباريات تعادلات بين الفرق اللي هي اللي فوق خسرين ابنات مكسبوا بكرة يبعدوا ان شاء الله بسبعة بنت عن اقرب المنافسين او المنافس التقليدي فلازم بقى فيه نوع من التركيز واستغلال الفرص المباراة ما تتسبش للنهاية لازم من بدري النادي الاهلي لما بيكسب من بدري ممكن يكسب اكتر من هذا صحيح ويحافظ انما المباراة تفضل متعلقة للاخر دي صعبة عايزين نستفيد كمان من اخطاء السنة اللي فاتت انك بتبقى نازل المباراة وحاسس مثلا انك ممكن تكسب وتلاقي نفسك جون فيك في الاخر سواء انت عادل او مكسب فدي لازم النادي الاهلي يحط في دماغه انه بيقابل منافس عنيد لازم من بدري الراجل يلعب ضاغط من بدري على الفرقة عشان يحسس كمان الفرقة التانية او فرقة المصري انه نازل يكسب مفيش ظهر في الموضوع ده لان كل دقيقة فيها تعادل او فيها يعني لعب كويس من النادي المصري او استحواز او كده بتزود الثقة بتاعته انما انت لو من البداية ضغطت عليه واحرصت هدف هتفرق معك كتير جدا جدا هتلعب بقى ريحية هتقدر الفرص اللي بيجيلك وانت كسبان اسلام بيبقى سهل على العيب اني حطها كده ما بيفكرش اكثر من تفكير او بلغة الكورة عايز يضمنها لا ده انا بحطها ممكن تيجي فلازم يبقى فيه ضغط جامل جدا يبقى فيه تركيز كامل من البداية مفتاح المباراة دي في اول ربع ساعة اول تلت ساعة النادي الاهلي لازم من البداية يقول لك يبقى حريص ويحسس المنافس ان ان شاء الله حيكسب يعني المباراة دي دايما بتبقى صعبة هل المصري حيلعب على يقف ويلعب على الهجمات المرتدة هل النادي الاهلي اللي هيعمل كده يعني كيف يمكن ان ترى بداية المباراة حتى انا متخيل من اسلوب حسام حسن ودايما ثقته الكبيرة في نفسه وثقته في اللعيبة بتاعته ان هو هيلعب ضغط من البداية المباراة طبعا المفروض انها بتاعته المصري هيلعب ضغط من البداية على اساس برضو يعني ما يديش للنادي الاهلي اللي استحواز يستفيد ممكن من اي اخطاء من خلال الضغط اللي بتحصل اللي بيحصل يحسس برضو النادي الاهلي ما انت بتتكلم بفكر المدرب التاني يعني هو برضو عايز من البداية يقول النادي الاهلي انا مش لقوة مطارية انا من البداية هلعب ضغط عليك هستفيد زي بقولك من الاخطاء عنده قدرة وعنده لعيبة ممكن تعمل الكلام ده وتعمل الفارق معاه عنده اللعيب الجلاسي اللعيب الهي هاي اللعيب كويس جدا جدا فهي مباراة صعبة ومباراة مروان حمدي الحقيقة برضو رأس حربة بيمر بفترة كويسة كويسة ومحطة ورجل هداف فانت في كل خط في لعيبة كويسة يعني مجموعة لعيبة كويسة ومعهم مدرب كويس صحيح فانت لازم تحط اعتبار جامد للموضوع ده زي ما اتفقنا وده الاهم برضو ان احنا واخدين المرحلة اللي هي الصعبة او بالنسبة النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية ان المرحلة دي صعبة بنلعب ماتش ماتش صح المكسب بيجيب مكسب عايزين نوصل التارجد بتاعنا خلال كم مباراة اللي هي قبل كاس عالم للاندية انك تكون كسبان المباراة بتاعتك وفارق عن المنافس ورايح بالسفر كمان ده خلي بالك في كاس العالم الاندية برضو على الاندية في طلب انا طبعا ده من وجهة نظري الشخصية مالوش علاقة باي حاجة لان طبعا المدير الفني هو يعني اللي عارف الفرقة بتاعته وعارف امكانات اللعيبة انا نفسي خلال الفترة اللي جاية دي بعيد عن الاصابات وبعيد عن الاقافات او الطرد او لقدر لا اي حاجة يبقى فيه نوع من تثبيت التشكيل شوية لان انت محتاج برضو عشان توصل لكاس عالم الاندية تبقى عندك هيكل فرقة ثابت في اكثر لبالك تتسير في الماء او 78 في الماء الجزء الهجومي بس هو اللي بيبقى فيه تغيير شوية وده مهم لان هو ده صاحب الاهداف برغم ان احنا شفنا الفترة الاخيرة اللي بيجيب الاهداف هم لعيبة نص الملعب نعم انما ما ننكرش ان الدور الرئيسي بتاع الفراو ده ومش رأس الحربة بس الاطراف دلوقتي مش شرط رأس الحربة اللي بيجي بيجيب اهداف الاطراف ده مهمة جدا جدا انها تحرز اهداف فانا عايز اقولك ان يعني لازم بيقى فيه نوع من التثبيت الى حد ما عشان يديك برضو نوع من الانسجام اكتر الانسجام اكتر ده بيسهل المأمورية في حاجات كتير وبيدي شكل اداء احسن يعني احنا الحمد لله دلوقتي فرقين ابناط عندك دلوقتي انت عايز بقى تكسب وبيبقى اداء عشان يطمن جماهيرك خلال الفترة اللي جاية وخلال ان شاء الله التارجل الاساسي اللي هو كاس على المنديل الناحية الهجومية بقى عند النادي المصري ايضا بتمر بفترة جيدة طبعا احنا عندنا الحمد لله الفرقة كلها يعني ماشية بخطوات جيدة جدا جدا عندك ثلاث صفقات قبل ما اسألك عن ناحية الهجومية هل من الممكن ان نرى حد من الثلاث صفقات بكرة يعني انا بستبعدها شوية لان طبعا لسه ما بقلهمش حاجة ده متكلم احنا على اسبوع مثلا او اربع خمسة ايام او مثلا التعاقدات فما ينفعش ناس جاية من بره خالص حتى وان كان مستوىها كويس انها تبدأ المباراة ممكن يحط بعض الناس في على ديكة الاحتياط تحسبا لو يعني انا بقول لو مثلا حصل نتيجة كويسة من البداية يقدر يدي برضو فوصة لحد يشارك عشان برضو ياخد احساس الملعب مع الفرقة الجديدة بالنسبة له انما عشان يبتدي بالناس دي طبعا صعب لسه ما اروش فكره لسه برضو ما فيش انسجام مع اللعيبه هو الادرة طبعا انت عايز يدخلهم على طول خلاص الناس دخلت الفرقة واصبحوا لعبين في النادي الالي وبالتالي هو طبعا في الاخر يختار ما يرى مناسبة للفرقة هو عادرة مني ومن حضرتك ان هو اللي شايف الناس قدامه انت عارف الفكرة في ايه الفكرة برضو ان لما بيجيب لعيبة من بره طبعا لازم يكونوا على مستوى عالي وده اللي اكيد انهم على مستوى عالي انك كيفية تقديم اللعيب يعني دي برضو بتفرق مباراة اصلاحة صعبة مباراة حماسية برضو ممكن وجهة نظر يعني هي مدارس اسلام في الموضوع ده ده صح وده صح ده صح وده صح